السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على حاجة مهمة جدا في المكنسة. هي كيس المكنسة. آآ الكيس ده جماع مهم جدا وممكن يسبب آآ مشكلة في المكنسة. ان هو يحرق المطور او يسبب اي مشكلة تانية عطله في المطور. آآ وكمان ممكن يخرج الاتربة. علشان حاجات بسيطة ممكن ندفق ده. اول حاجة المكنسة الكيس بتاعها ده آآ ليه صناعة مختلفة. لو نفقنا فيه كده ان لقيه بيخرج الهواء. لكن ما يخرجش اتربة. يعني مهم جدا ان هو يكون متهوي وما يكونش فيه اتربة. فلو هنخسل الكيس بالمية آآ ياريت نسيبه ينشف كويس. لان لو تغسل بيكون مبلول مية. يعني هيكون مقفول. لازم يدي تهوية لمطور المكنسة. وهو كده بيدي له تهوية بدون ما يخرج الاتربة برا. لكن المية طبعا لما يكون مبلول مية ده بيلغي الموطوع. فاول حاجة لما بنغسل كيس المكنسة. لازم نستنى قبل ما نركبه او قبل ما نشتغل بالمكنسة. لازم نخسله تماما علشان ما يسببش مشكلة. لازم التهوية. علشان المطور من غير تهوية هيسخن ويحصل له اعطار. تاني حاجة لو لازم نبص على المطور لو في اي قطع اه على الكيس المكنسة. لو في اي قطع او مش مقفول كويس جزء بتاعه هنا. حتى لو بسيط. فده هيسبب مشكلة. هيدخل الاتربة للمطور هيقفله. هيخلي الحركة بتاعته اقل. فده وقته هيكون قصير او عمره هيكون قصير وهيتحري. فاول حاجة لازم بعد غسيل المكنسة بالمية. طبعا هتخسله بمية بمسحوق اي حاجة لازم ناخد بالنا ما يتقطعش مننا. لازم ينشف كويس قبل التشغيل. حاجة مهمة لازم ينشف كويس قبل التشغيل. حاجة تانية لازم يتقفل كويس من خلال الفتحة بتاعته دي. وما يكونش فيه قطع. نبص عليه دايما باستمرار. ما يكونش فيه قطع. خصوصا لو حصل ولقينا آآ المكنسة تخرج اتربة. واحنا شغالين بها. فنبص عليه آآ ما يكونش فيه قطع. لان الاتربة هتخرج من الجزء التاني من المكنسة اللي هو بيخرج الهواء. وكمان الاتربة دي هتدخل على المطور هتسبب فيه مشاكل. فدي حاجات مهمة نتأكد منها. ما فيش قطع آآ ينشف كويس بعد الغسيل. بعد كده آآ نشغل المكنسة ويه. ما يكونش فيه اي مشاكل معنا. فدي حاجات مهمة حبينا ننوع عليهم. لان الكيس فيه ناس شايفاه انه هو حاجة بسيطة. لكن ده مصنوعة بطريقة ان هي ما تخرجش لاتربة. لكن تدي تهوية. وكمان آآ لازم لو هنستبدله نستبدله بنوع كويس. يعني لو تقطع او حصل فيه مشاكل لازم نستبدله بنوع كويس يا ريت الاصل بتاعه. وطبعا الحاجات دي لو عملناها المكنسة بتاعتنا هتفضل شغالة. مش هيحصل لها مشاكل. مش المطور بتاعها هيفضل شغال باستمرار. مش هيحصل له مشاكل لان طول عمرها كتير. ودي حاجة مهمة حبينا ننوع عليها وشكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.